كيف كان بإمكان المغرب إدلال جيش الجزائر في حرب الرمال لا يوجد هناك من هو أفضل من أحمد سنوسي سفير المغرب السابق بالأمم المتحدة ليكون شاهدا على حرب أمغالا التي نشبت عام 1976 بين المغرب والجزائر أنفاس بريس تروي شهادة الدبلوماس المغربي على لسانه ملحمة من ملاحم الجيش المغربي في نزاعه مع الجزائر هي ملحمة أمغالا وفيما يلي يصرد عليكم سنوسي الحكاية بعد وقوع معركة أمغالا عام 1976 وإلحاق هزيمة النقراء بالجيش الجزائري من طرف القوات المسلحة الملكية تم أصل أزيد من ميت جندي جزائري وكنت آنذاك من المرافقين الخاصين لصاحب الجلالة المرحوم الحسن الثاني ولما تناهى إلى علمه خبر الهجوم الجزائري على أمغالا غضب كثيرا وانزعج بقوة وبعد تولي الأخبار حول انتصارات الجيش الملكي وتحكمه في الميدان توصل الحسن الثاني بمكالمة هاتفية من كل من الملك خالد عاهلة سعودية ومن رئيس أنور السادات رئيس مصر يشفعان عنده ليفك الأسر عن الجزائريين ويعجل بطي الملف مخافة الفضيحة بالجزائر وأوفد الملك خالد ولي العهد فهد في حين أرسل أنور السادات نائبه حسن مبارك وإذ ركزت على هذين القائدين فلأني كنت مكلفا من طرف المرحوم الحسن الثاني باستقبال مبعوتيهما بمطار فاس صحبة الجنرال مليحفيد العلوي وبالفعل استقبل صاحب الجلالة كلا من فهد وحسن مبارك وأخبرهم الحسن الثاني بحيتيات الاعتداء وكيف تنكرت الجزائر لتعهداتها وتصريحتها في القمة العربية حينما قال بومديان في المؤتمر إنه لن يتدخل في قضية الصحراء بعد ذلك توجه إلى الجزائر لملاقات الرئيس بومديان وعاد في نفس اليوم إلى فاس ليخبر الملك الحسن الثاني بأن الرئيس الجزائري يتعهد بألا يتدخل إطلاقا في الصحراء وبأنه يطالب الإفراج عن الجنود الجزائرين الذين أثرتهم موحدات الجيش الملكي ونظرا لبعد نظر الحسن الثاني ووساطة رئيسي الدولتين الكبيرتين وهما السعودية ومصر استجاب الملك لطلبهما وتم إيقاف الحرب وأفرج المغرب فيما بعد عن الأسر الجزائرين لكن الغدر الكبير الذي قامت به الجزائر بعد هزيمتها في أمغالا الأولى هو تنكرها لما التزمت به أمام شهود مصر والسعودية فتم التخطيط لهجوم غادر من طرف الجيش الجزائري من جديد على أمغالا بعد مرور شهر تقريبا في الوقت الذي لم تكن الوحدات العسكرية المغربية بأمغالا في حالة تأهب والسنفار كبير بحكم أن الجزائر طلبت وساطة دول أجنبية وتعهدت أمامها بأن لا تتدخل من جديد فقتلت جزءا وأصرت جزءا آخر من المغاربة ظلوا في معتقلات الجزائر طوال 25 سنة وهو ما يبين أن العلاقة مع الجزائر تهيمن عليها روح الكراهية والحقد من طرف مسؤولها اتجاه المغرب خاصة وأن هناك طبعا غريبا لدى الحكام الجزائريين وهو الطبع الذي يتحكم في مواقفهم وسياساتهم قد أسميه الكبرياء المتعجرف أو عدم القبول بالهزيمة والفشل بدليل أنهم لم ينسوا هزيمة أخرى ألحقت بهم القوات المسلحة الملكية عام 1963 المعروفة بحرب الرمال إذ في هذه الحرب كان بإمكان المغرب إدلال الجزائر بمنطقة حسبيضة واتصل الجنرال إدريس بن عمر بالحسن الثاني ليقول له لاروت إليبر في آجي أي الطريق سالكة نحو الجزائر العاصمة ومع ذلك لم يخسر المرحوم الحسن الثاني هذا الاختيار لأن فلسفته كانت ترتكز على الحكم والتبصر